بسم الله الرحمن الرحيم برنامج الماجستيري المهني M.B.A. تخصص محاسبة مالية مادة المحاسبة في المنشآت ذات الأنشطة المتخصصة نكمل موضوعنا في المحاسبة عن المنشآت السياحية خذنا أولا اليومات الفرعية دلوقتي ثانيا القوائم المالية للمنشآت الفندقية القوائم المالية للمنشآت الفندقية عبارة عن ثلاث قوائم قيمة الدخل طبعا عرفنا عشان الإرادات والمصرفات ونشوف إرادات الفندق ومصرفاته ونشوف الإرادات المتنوعة الأخرى والمصرفات الأخرى وفي الآخر نطلع صافي الدخل قيمة المركز المالي ليه بقى فيها الأصول والخصوم وحقوق الملكية تتبين المركز المالي للفندق وهل مركز قوي ولا ضعيف ثلاثة قيمة الدخل بس بحسب الأقسام ما عايزين نعرف في الفندق كل قسم من الأقسام ده بيحقق مكسب ولا بيحقق خسارة ولو بيحقق مكسب قدية ولو بيحقق خسارة قدية تمام؟ نبدأ أولا بقيمة الدخل بتاعت الفندق الخاصة بالفندق أولا هي عبارة عن كشف عادي جدا أو قيمة بتتضمن إرادات الفندق مبوابة حسب الأقسام اللي في الفندق وتكاليف التشغيل المتعلقة بها كل قسم اللي هي مصريف تشغيله والمصرفات الأخرى بقى اللي هي الغد مباشرة المتعلقة بالأقسام الخدمية بطرح مجموعة تكاليف من مجموعة الإرادات نحصل على صافي الدخل بتاع الفندق قبل الضرائب بطرح الضرائب بتاعت الدخل نصل إلى صافي الربح بعد الضرائب يبقى هي قيمة الدخلة عادية جدا بس مجوابة بالشكل اللي أنا أقول لكم عليه أو اللي أنا أقولت لكم عليه دلوقتي طيب في نموذج لها هنبص عليه ونشوف محتوى نموذج لقيمة إيه؟ الدخل في المشاءات السياحية أو الفندقية بنكتب الأول اسم الفندق فوق قيمة الدخل عن الفترة المحاسبية المنتهية في كذا واحدة 12 عيون 19 مثلا نبص عليها نلاقي قيمة وسيطة جدا الإرادات حسب الأقسام قسم الغرف والإقامة طبعا ده قسم أساسي في الفندق قسم الأطعامة والمشروبات اللي هو المطعم قسم الغسير والكي قسم حمام السباحة أو إراداته أقسم تشغيلية أخرى بتبقى في الفندق صالة ألعاب صالة ديسكو صالة أمار وإرادات أخرى متنوعة كما عطم كلهم يدين إجمال الإرادة بحطه في خنت الكل تكليف التشغيل تكليف قسم الغرف والإقامة اللي هي تكليف طبعا تكليف قسم الأطعام والمشروبات التكليف تكليف قسم الغسير والكي تكليف حمام السباحة تكليف أقسم تشغيل الأخرى وبعدين تكليف أخرى متنوعة الشرط المنبسطتها ما نبقوا بها شيئا بنوء الأخرى يديني إجمال التكليف لو أنا خدت إجمال الإرادات نقص إجمال التكليف في التشغيل هيديني الربح الناتج عن التشغيل يبقى تشغيل الفندق فقط بعد كده هدخل على المصروفات غير المباشرة المصروفات إدارية وعمومية مصروفات تسويقية مصروفات الصيانة مصروفات الطاقة والقوة المحركة طبعا مصروفات معالجة البيانات إجمال المصروفات غير المباشرة لو أنا طرحتها من الربح الناتج من التشغيل يديني صافي الربح قبل الضرائب طرحت الضرائب إليه 22.5% يديني صافي الربح بعد الضرائب يبقى قيمة الدخل قيمة سهلة جدا فيها إرادات وفيها مصروفات بس الأول لما بقول إرادات نقص تكليف تشغيل عشان أعرف الربح الناتج من التشغيل الأول التشغيل الفندق ده بيكسب ولا لأ حقنا بقى المصروفات الغير مباشرة إدارية وتسوقية وسيانة وطاقة ومعالجة بيانات كلام من ده يطلع في الآخر الربح قبل الضرائب نشيل الضرائب يطلع عندنا صافي الربح بعد الضرائب وأنا بجمع حساباتي وطلع إراداتي ومصروفاتي لازم أكون حاسب صافي إرادة كل القسم بيتحسب إزاي باخد إجمال إرادة القسم زايد أي إرادات لم تقيد يعني إرادات لم تأخذ في الحزبان إرادات مستحقة طبعا بتبقى صعبة شوية لإن دايماً الفنات بتاخد فلوسها أو البول وبيدفع عربون وتحت الحساب وحجوزات فكده كده يعني بس سقط سهوا إرادة أروح نسجله بعض الشركات السياحة بتطلب مسموحات من الفنات عشان تعمل معاها طبعاً فنو نائس المسموحات يبقى لازم الإرادة يتحسب الأول بعد كده المصرفات وليكن مثلاً مرتباته الأجور أي مصروف بقى عندك تكلفة مرتباته الأجور حالو دي مرتبات نائدية زي التكلفة الواجبات المقدمة العملي دي تعتبر من ضمن المرتب بتاعهم أو الأجر بتاعهم لأن فيه أجور نائدية ومزايا عينية طبعاً فلازم اللي شغالين في الفندق أو العمال لازم يأكلوا تكلفة الواجبات دي مكلفة طبعاً بالنسبة للفندق فبتضاف من ضمن أجورات أجورهم جزء من الأجر يعني ناقص أي مصروف مدفوع مقدم يخص السنة القادمة أو زيد أي مصروف مستحق صحبه أو العامل لم يحصل عليه خلال الفترة يبقى كده المصروفات بتتحسب والإرادات يعني ما بكتبش قيمة الدخل الشكل المباوب اللي في الشريحة اللي فاتت اللي لما يكون حسبة الإرادات بتتحسب إزاي؟ عشان بعد كده عملية سطرحة سهلة طرحة وجمع والمصروفات بتتحسب إزاي؟ يبقى لازم المعادلة دي تكون معروفة جداً والمعادلة التانية تكون معروفة جيداً نجي للقايمة التانية اللي هي قايمة المركز المالي بتاعت الفندق اللي هي الميزانية اسم التقليد بتاعتها ميزانية بس الاسم العلمي قايمة مركز مالي القايمة دي عبارة عن قايمة بتوضح إيه جماعة؟ الأصول بتاعت الفندق والخصوم وحوم ملكية لا تختلف قايمة المركز المالي دي في الفنادق بدرجة جوارية عن مشاقات تجارية عادي أصول وخصوم وحوم ملكية إلا أن في بعض الاختلافات الطفيفة عشان نشاط الفندق مختلف على أي نشاط تجاري تاني صح؟ طبيعة الأصول بتاعت الفندق مختلفة هنشوفها فالأصول السابتة بالمشاقات الفندقية يمكن تقسيمها المجموعتين أنا عندي أصول سابتة تقليدية أراضي ومباني وأساس وسيارات وآلات ومعدات وعدد تمام بس في عندهم برضو أجزاء تانية في المطبخ ومفروشات وكده بتعتبر أصول سابتة برضو بالنسبة للفندق تشمل أدوات المائدة الصيني البلور الفزات اللوح نقول بقى الفنية الدكورات الأغطية المفروشات يبقى لازم أقسم الأصول السابتة في الفندق لنوعين أصول سابتة تقليدية وأصول سابتة فندقية ليه بقى هفرق بينهم؟ طريقة الاستهلاك أو الاهلاك بتاعتها مختلفة بس يظل في النهاية المفردات أصول سابتة للفندق عادي بس متقسمها تبويبين ونلاحظ بقى أن الأصول السابتة في النشاط الفندقي نزبتها عالية جداً من إجمال قيم الأصول للفندق طبعاً ليه ما تتميز بيه الصناعة الفندقية من دخامة رأس المال طبعاً مباني؟ وبعدين عندك أساس ومفروشات وعندك حاجة كتير أولى بالمقارنة بالأصول المتدولة إلا أن إيه يا جماعة؟ فيه ارتفاع وسرعة دوران الأصول المتدولة عند المشيئات الفندقية لأن كل الفلوسها بتيجي باستمرار وسريعة ومتدولة معظمها لكن رأس المال المستثمر ضخمة جداً طبعاً تمام؟ نشوف نموذج لقيمة المال المالي بس بعد ما نشوف الحدة دي بيوضح نموذج التالي قيمة مركز مالي لإحدى الفنادق مع ملاحظة أن كل الحسابات الظهرة في النموذج ده اعتبرها افتراضية أو ليس من الضرور وجودها في جماعة الفنادي بنفس النمط وعلى العكس قد يكون لدى البعض أو بعض الفنادق حسابات أخرى ممكن تضيفها وتحطها في الميزانية كل واحد حسب الأصول أو الممتلكات بتاعته والإنزامات اللي عليها لكن ده يعتبر الحد أو الصورة الشائعة لقيمة مركز مالي لمنشاقة فندقية أو أولاً أي شركة وأي حاجة لو بخدنا شركة تجارية هيبقى فيها أصول متدولة أو أصول سبتة وخلاص وخصول متدولة وخصول سبتة وحمل ملكية لا هنا بقى بالتفصيل أصول متدولة أنا عندي نقدية في الخزنة والبنك عندي استثمارات مالية مؤقتة سواء كان حسابات سواء شهدات استثمارات بغرض الاحتفاظ بغرض المتاجرة استثمارات محتوز بحتى درخص زي ما هم عايزين بس ايه هنا متدولة يعني عمرها ما بزيدش عن سنة بعد كده حسابات العمل والنزلة ناقص مخصص دي مش كيف تحصلها ودي بتبقى ضئيلة جداً لأن معظم النشاط الفندوقي بيبقى فيه حجز ودفع مقدم لكن صعب ان انت ينزل عندك فوج وبعدين تستضيفه وبعدين تقول له أنا عايز الحساب مثلاً مليون جنيه يديك نص يقول لك يبقى لك نص وبعد كيف في الآخر الفلوس طالما تأخرت في قاعدة بتقول ان كلما تأخرت دي نزاد احتمال عدم تحصيله فايزة عندك دي مش كيف تحصله طعيفة بعد كده عندك مخزون المؤن والمشروبات عندك مصرفات مطفعة مؤدماً او ارادات مستحقة هذا الاصول متدولة نجي لاصول السبتة قلناها تقاسم نوعين اصول السبتة فندقية ادوات الميدا والصيني والاقطية والمفرشات والديكورات والزغرفة والحاجات الحالوة دي بعد كده الاصول السبتة التقليدية اساس سيارات الات معدات مباني اراضي وهكذا عشانها كلها نقاس ايه اهلاكها طبعاً الاراضي ملاش اهلاك يديني مجموعة الاصول السبت اجمع السبتة على المتدولة يديني في الاخر مجموعة الاصول لازم يساوي الناحية التانية ايه مجموعة الخصوم وحوق ايه الملكية طب الخصوم والتدولة قصيرة الاجل في النشاط الفندقية عادية خالص واحد او ارأة دفع معادي كمبيلات او سندات اذنية دا اين موردين بيودونا المؤن والحاجات زي ما احنا عارفنا في اليومات الخاصة او الفرعية سحب على المكشوف لو البنك يحتاج فلوس وخده والبنك طبعاً رصيده دايماً بيبقى عالي بس فيه ظروف معينة افواج السياحة فيها بطء شوية مفيش موسم سياحي فالبنك غزباً عنه بيدي يصرف الشكات ويبقى مساجل المبلغ كسحب على المكشوف على النشاط الفندوقي او الفندق ده لغاية ما يجي له فلوس وعارف ان فلوس كلها بتتورد في البنك او الباول مصروفات مستحقاة واراد مؤدم ادي الخصوم من وتداول الخصوم السابتة يقيمة كورة طويلة الاجل وخدها من اي بنك يقيمة سندات اه طريحة للكتاب العام واخد من الناس فلوس ويسلفها بفوائد مجموعة الخصوم السابتة خلصت نجي حقوق الملكية تلات كلمات رأس المال واحتياطيات وارباح محتاجة بس هادي حقوق الملكية اجمحها كانت مجموعة اصول تحت قدي مجموعة خصوم حقوق الملكية المركز المالي القيمة ديتا يا جماعة بتبين قوة المركز المالي كل الفنادق عندها اصول وخصوم حقوق الملكية بس بتختلف و تتفاوت في القيم فيه ناس عندها بالمaimerيين وفي ناس عندها بالمليارات وفي ناس عندها بالتريليونات ناخد حالة ونفهم من خلالها ازاي نعد القوائمear المالية في المشا錯ات الفندقية البانايت التالي Arkansas استخراج من قوائم ايرادات ومصرفات الخاصة بالاقسام التشغيلية لفندق اسم الاسراء عن الفترة محسابين المتاهف واحد وثلاثين وثناثين الفين وخمستاشر. قبل ايراد بالتفصيل بقى بيانات تفصيلية. ايرادات الغرف والاقامة ربما مية وخمسين الف جنيه. ايرادات اطعم ومشروبات تلتمية الف جنيه. ما شاء الله الفندق يعني شغال. ايراد غسيل وكاي مية وخمسين الف جنيه. ايراد تليفون وتليكس مية وسبعة عشر الف. ايرادات اخرى متنوعة مية وخمسين الف. مسمحات الغرف يعني الخصومات اللي حصلت على الغرف فوق. اللي هي ربعمية وخمسين الفوك. خمسة واربعين الف جنيه. يعني كأننا عشرة في المية مسمحات. مسمحات الاطعمة والمشروبات برضو خصومات يعني هي تلتمية الف خدوا ايراد تلاتين الف. مسمحات المقسلة بتاعة الغسيل والكاي اللي هي ال ١٥٠ الف. مسمحات دي ايه يا جماعة? بتطرح. بتطرح من الاراد نفس الخالي بالنا في حزبة للإرادة والمصروف قبل ما يتسجل في قيمة الدخل وقبل ما يحسبه. مصروفات قسم الغرف 120 ألف. مصروفات قسم الأطعمة ومشروبات 45 ألف. مصروفات قسم التليفون والتيليكس 15. مصروفات قسم العسيل والكي 27 ألف. تكلفة المبيعات بتاعت الأطعمة. طبعاً أطعمة المشروبات دي جاي لنا إراد. بس إيه إراد؟ وليه تكلفة؟ يعني الأكل بيجي من المورد مش مطبوخ. فإحنا عندنا فيه تكلفة مبيعات الأطعمة. الأكل بيجي بتكلفة معينة بيتطبخ بمنتج نهائي بيتباع للزباين بمبلغ كبير. ففيه تكلفة لمبيعات الأطعمة والمشروبات دي الوحيدة لها تكلفة. تكلفة مرتبات أجور قسم الغرف والإقامة. اهي 37500. تكلفة مرتبات أجور قسم الأطعمة. مرتبات لحدها دي مصروفات كلها مختلفة. أما ده المرتبات محددة ايه؟ مرتبات قسم الأطعمة مشروبات 45. مرتبات قسم المغسلة 57. مرتبات أجور قسم التليفون والتيليكس 22.5. مصروفات إدرياء عمومية 75000. كل حاجة بالتفصيل. نخلي بالك إحنا فاصلين تكلفة مرتبات لوحدها في مصروفات الغرف وفي تكلفة المرتبات. احنا لازم نجمع ونزبط ازاي؟ بعد كده مصروفات بقى ايه؟ أخرى غير مباشرة. مصروفات تسويقية 45000. مصروفات صيانة وإصلاحات 30000. مصروفات الطاقة ايه؟ قوة محركة يعني طبعا مقربة ومش عارف ايه؟ آآ 15000. مصروفات غير مباشرة أخرى متنوعة بقى. 22500. ضرائب العقارية تلعت علينا 7500. وانتو عارفين قيمة الضرائب اللي بتتدفع على زي العوايد يعني. ضرائب العقارية. تأمينات 7500 جنيه. المباني عندنا في الفندق قيمتها 3 مليون جنيه. والأساس قيمته قيمته 750000 جنيه. طبعا المباني والأساس لازم يحصل لهم بآخر السنة. الهلاك طبعا. هيدينا معدل الهلاك. فيما هي معلومات جردية بقى توفرت في نهاية 2015. اول حاجة تلع في عندنا اجور ومرتبات 7500 تخص قسم الغرف والاقامة مدفوعة. خلي بالكوا بقى هنا عن شهر هناك 2016. يعني معنى كده ان هي مدفوعة مقدم. مدفوعة مقدم. تجمع ولا تتطرح? طبعا تتطرح. مقدم ازاي? احنا عايزين نخص 2015 بس. تلع في واحد واخد فلوس. تخص او في اجور تخص الفين وكام? 16. طيب. تكلفة واجبات غزائية مقدمة كمان اللي عاملت تضاف لأجورهم طبعا. بالفندق والاقسام المختلفة. اولا قسم الغرف كلب 15000. قسم الاطعام ومرشوبات كلب 12000. قسم التليفون والتليكس بتسعة الاف. قسم المغسلة كلب تسعة الاف. دي هتضاف لأجورهم. احنا عندنا اجور نائدية بتضاف عليها المزايا العينية من ضمنها الاكل. المزايا العينية اكل ولبس وعلاج وسكن. فيه مصرفات عمومية مستحقة يعني ايه غير المصرفات العمومية اللي عندنا 75000. فيه كمان 7500 مستحقة يعني غير مسجلة. دي تضاف. اهلاك المباني 5% من الثلاثة مليون في السنة. اهلاك الاساس 10% من 750000. هناك ايرادات لم تقيد يعني ايه ممكن تكون سقطت سهوا كأنها بالزبط كده ايرادة مستحقة. ايرادات لم تقيد ب150000. يبقى لازم تتأيد. منها 90000 تخص قسم الغرف؟ ماشي. والباقي يخص قسم ايه المشروبات؟ يبقى سمة تسعين وكام وستين. يبقى فيه ايرادات مستحقة. ايرادات لم تقيد يبقى يازم اسجلها. الضريبة بتاعت الداخل على الفندق ونشاط الفندق وارباح الفندق النهائية 22.5%. المطلوب قيمة الداخل عن الفترة المتافئة 1.3.12.15. اثنين قيمة الداخل حسب الاقسام. هنخليها لاخر التمرين. ثلاثة الاثر لان انا مجبتلاش اصول الفندق وكلها وخصومه. الاثر بس يعني على الحاجات اللي ظهرت قدام المستحقة والمقدمة والحاجات دي والاصول واهلاكها مجبتش حاجة كاملة. الاثر بتاع العاملات السابقة دي كلها على قيمة المركز الايه المال الايه الميزانية. يبقى مطلوب منها تلات حاجات. اول حاجة اعمل قيمة الداخل. قبل ما اعمل قيمة الداخل احسب الايرادات والمصروفات بالطريقة اللي انا قلتلكو عليها في الشرح. يعني الاول اعمل اعداد لقيمة الداخل. يبقى ملاحظات على الحل. تمهيد الحل بتاعي. واحد. عايز اعرف صفي ايراد اقسام التشغيل. انا عندي اربع اقسام تشغيل. البقى التاني مالوش. الخامس مالوش. باخد ايراده زائد الايراد اللي ما تقيتش نقص المسحوبات. حسبة سهلة جدا. يعني الايراد المسجل او الايراد الموجود. ربعمية وخمسين مسر قسم الغرف. زائد ايراد لم يسجل اللي هو تسعين الف اللي جبتلكو في اخر ملحوظة. ناقص خمسة واربعين مسموحات دي موجودة في البند التاني بعد اول التمرين. يطلع ان ايراد الغرف ربعمية وخمسة واسعين الف جنيه. قسم الاقترامة نفس الكلام. تلتمية الف. زائد الستين الف المستحقة. لم تقيد. ناقص المسموحات. يطلع تلتمية وثلاثين. قسم الغسيل. مع اندوجر مسموحات. يبقى مية وخمسين ناقص التلاتة. تلات تلاف مسموحات يبقى يطلع مية سبعة واربعين. قسم التليفون والتيليكس مية وسبعتاشر زي مهم. يبقى كده الايرادات خلصت. يبقى الايراد بعمل المعادلة اللي فوق دي. اجمال الايراد اللي جايه في اول التمرين. ودور في التمرين على اي ايراد لم يسجل او لم يقيد. اضيفه. ناقص المسموحات الموجودة وبتبقى بنص صريح. كده الايرادات خلصت اهي قدامنا بتاعت الاقسام المختلفة. نيجي بقى للنفاط. المرتبات والاجور دي اهم حاجة. باخد تكلفة المرتبات والاجور. زائد تكلفة الوجبات المقدمة للعملين. ناقص اي مرتب او اي فلوس مدفع مقدما. فانا نبص كده قسم الغرف والاقامة. سبعة وتلائسين الف وخمسمائة تكلفة المرتبات. بس بيقول لي ايه ده في مرتب مسدد مقدم سبعة الف ونص رحت ايه. طرحوا. كويس كده. زائد تكلفة الوجبات المقدمة للعملين بخمساشر الف. يطلع قسم الغرف يعني والاقامة مرتباته واجوره خمسة واربعين. قسم الاقتربة والمشروبات. تكلفة المرتبات زائد تكلفة الوجبات سبعة وخمسين الف. قسم الغسيل مرتبات ووجبات ستة وستين. قسم التليكس والتليغراف والتليفون. اتنين وعشرين ونص زائد تسعة تكلفة الوجبات. اللي انا والشفة يطلع واحد وتلائسين الف وخمسمائة. كده احنا حسبنا ايراداتنا وايه? مصرفات. الباقي كله بعاره عن ايه بقى? ارقام تتكتب على طول واحنا عارفين هيتهاشر زي. واحد. ارادة الغرف من الرقام النهائية. الايرادات واحد. ارادة اسم الغرف ربعمائة خمسة وخمسين الف. ارادة اسم الاطعام ومشروبات تلتمائة وتلاتين. اسم الغسيل مليون سبعة واربعين. اسم التليفون والفاكس سبعة مية وسبعتاشر. اما ارادة ارادة اخرى سبناها زي مايهية. ما جاب ليش بالتفاصيل. تمعت. طلع الرقم اللي قدامي ده يا جماعة. مليون تلتمية تسعة وتلاتين الف. كويس? تكليف التشغيل بقى? اللي بقى لكم. قسم الغرف والاقامة مية خمسة وستين. حسبناها. قسم الاقتعام والمشروبات ميتين وسبعة. قسم الغسيل والكي تلاتة وتسعين. قسم التليفون والتليكس ستة وربعين الف وخمسمائة. اجمالي. التكاليف بتاعتي التشغيل لما حطيتها لها الاجور يعني خلي بالكم. قسم الغرف في تكاليف اصلا زائد الاجور اللي انا حسبتها. يعني المية خمسة وستين الف دي عبارة عن تكاليف تشغيل قسم الغرف زائد المرتبات والاجور اللي احنا حسبينها. وهكذا الاقتعام والمشروبات والغسيل والكي وكل. يطلع خمسمائة وخمسين. خمسمائة وحداشر الف وخمسمائة. اجمالي رح التشغيل يبقى الفندق كسبان خلال السنة دي يا جماعة سبعمائة سبعمائة وعشرين الف وخمسمائة. ده حاجة كويسة. نبدأ بقى في المصروفات الغير مباشرة. مصروفات ادارية وعمومية قالك فيه سبعة تلاف مستحقة. خلي بالك. يعني عند خمسة وسبعين مسجلة وفيه سبعة ونصف مستحقة باثنين وثمائين وخمسمائة. التسوقية زي ما هي. الصيانة تلاتين الف. مصروفات الطاقة خمستاشر الف. مصروفات غير مباشرة اخرى زي ما هي اتنين وعشرين الف وخمسمائة. مجموعة المصروفات الغير مباشرة مية خمسة وثمائين الف. الربحة قبل خصم التكاليف السابتة. اللي هتعتبر اعباء على الفندق. خمسمائة تلاتة اتنين وتلاتين الف وخمسمائة. ايه التكاليف السابتة؟ اولا بدفع ضراب عقارية كل سنة عوايد سبعة ونصف. التأمينات بدفع سبعة ونصف. نجي الاهلاك حسبتلك جواها قايمة هي تلاتة مليون في خمسة في المية في سنة. يعني مية وخمسين الف. سبعمية وخمسين الف اهلاك الاساس في عشرة في المية في سنة يطلع خمسة وسببين الف. كل التكاليف دي مجموحها ميتين واربعين الف. يبقى صافر ربح قبل الضرائب بتاعت الدخل يطلع متين اتنين وتسين الف وخمسمية. على نفس المبلغ ده يتحسب ضرائب داخل اتنين وعشين ونصف في المية تطلع خمسة وستين الف وتبنمية وتلات عشر. نترحى من الميتين اتنين وتسعين الف وخمسمية. يطلع صافي الربح بعد الضرائب الصافية ميتين ستة وعشين الف ستمية سبعة وتمانين جنيه. يبقى عبارة عن حزبة. الاول احسب اراداتي. كويس. احسب تكليف التشغيل. تكليف تشغيل الاصلية. زي التكليف الاجور. الطريقة اللي انا بتلكو عليها. بعد كده بدخل على التكليف الغير مباشرة. بعد كده بدخل على التكليف السبتة اللي في الفندو. بيدفع ضرائب عقارية خمسة وسبعين الف. آآ سبعة تاريب خمسمية كل سنة. تأمينات سبعة تاريب خمسمية كل سنة. احسب الاهلاك حسب ما انا بيديك المعدل. تلاتة مليون في خمسة في المية ده المباني. الاهلاك الاساس سبعمائة خمسة في عشرة في المية. الناتج النهائي هو الربح قبل خصم الضرائب. اشين منه دريبة اتنين وعشين منصف في المية. يطلع لصاف ربح بعد الايه? بعد الدريبة. كده يبقى قيمة الدخل للفندق اتحددت بالتفصيل. طيب. انا اتلاقتي عايزة الاثر على الميزانية. او الاثر على قيمة المركز الميلي. ابص ايه الاثار الموجودة? في الاصول والخصوم. اولا تلع فيه سبعة تاريب خمسمية اجور اجور. اجور. مرتبات مدفوع مقدما. واحد من موظفين لخد سلفة الفين وستاشر. تلع عندي مية وخمسين الف اراد مستحق. لسه ما بطوش. اللي هو ايه? تسعين وستين فاكرينها. بتاعت اول قسمين في الشغل. الوصول السبت. المباني تلاتة مليون ناقص اهلاكها. لسه طازة السنة دي معلش بقى بقى لها خمس سنين ولا ست سنين. بحسب لها مفيش عندي مجمع اهلاك يعني. او كاني انا هنا لو انا عندي بقولك المباني دي عمرها بقى له تلات سنين ربع سنين كنت عملت لها اهلاك مجمع. لكن هو جايبها لي انها اول سنة. فقلت مية وخمسين الف الاهلاك اللي عندي يطلع اه اتنين مليون تمامية وخمسين الف ده صافي قيمة المباني. الاساس سبعمية وخمسين الف ما قاليش بقى له ثلاثة اربعة سنين ولا عشر سنين. نقص مجمع اهلاك ويديني يا جماعة آآ ستمية خمسة وسبعين الف جنيه. الناحية التانية فيه مصروفات طمامية مستحقة. لسه مكناش دفعينها. بويس كده. في الحالة دي السبعة تلف خمسمية دي هتكتب في جانب الخصوم. يبقى يا جماعة الاثر على قيمة المركز المالي مش شرط ان انا اعمل قيمة مركز مالي كاملة. انا بعمل بس يا جماعة قيمة مركز مالي يا جماعة في نهاية الفترة باخد الاثر اللي ترتبت ايه اللي هيظهر في الميزانية المستحق والمقدم والاصول نقص اهلاك. بس يبقى اي حاجة مقدمة اي حاجة مستحقة. سواء ايراد او مصروف. بعد كده كل اصل عملته. ما فيش عندي مجمع اهلاك بقى. لو عندي كنت جمعته. يعني لو قال لي مثلا مثلا في خمسمية الف او ربعمية وخمسين الف اهلاك تلات سنوات السابقة. يبقى انا بمكتب هنا ما كتبش مية وخمسين. اقول المباني تلاتة مليون. نقص مجمع كم سنة? اربع سنين. السنة بمية وخمسين يعني هنا ستمية الف. يبقى كده الموضوع يتم. وهكزا. الاساس بقى له سنتين. طب من السنة بخمسة وسبعين. يبقى هنا مجمع الاهلاك معناه ايه? ان الاهلاك ده بقى اجمعه وبقى لي سنتين. خمسة وسبعين في السنة يبقى خمسة وسبعين وخمسة وسبعين ومية وخمسين. يبقى سبعين وخمسين نقص مية وخمسين وهكزا. لكن لو انا جبت لك سنة واحدة بس. ورصيد. ورصيد مجمع الاهلاك كزا وكزا. يبقى خلاص ايما بتكتب الاسر على القيمة اللي قدامك على طول. اتفقنا? الحاجة بقى تالتة والاخيرة? في السؤال. بيقول لك انا عايز اعرف كل قسم عندي في الفندق. بيكسر ولا بيخسر? فندق الاسراء? قيمة الداخل حسب الاقسام. عن الفترة المتاهة في واحدة اتناشر افين وخمستاشر. انا عندي كم قسم يا جماعة? خمس اقسام. اهو قسم الغرف. ليه اراد محدد في قيمة الداخل وهو ده اللي اخدته. قسم الغرف ربماية خمسة وسبعين الف. قسم الاطعمة ومشروبات تهتمائة وثلاثين. من قيمة الداخل. قسم الغسيل مية سبعة واربعين. قسم التلفون مية وسبعتاشر. والمتنوع مية وخمسين. الوحيد اللي ليه تكلفة مبيعات عشان هو اكل وشرب. يبقى قسم الاطعمة. قدامه كام? قدام تلتمائة وثلاثين مية وخمسة. ده الوحيد اللي ليه تكلفة مبيعات. اي حاجة من دول ملهاش تاني. لان ما بجيبش. انا هنا بجيب خضار وصنعه او اطبخه وبعدين اقدمه. تكلفته كزا. طبعا اراده كبير جدا. وتكلفته مية وخمسة احنا بيعناب تلتمائة وثلاثين. دي الاطعمة والمشروبات اللي الناس شربتها. حلم? طيب. انا هنا بقى ماجي اشتغل. اخذ من اللي انا عملته التمهيد بثائعي. اخذ المرتبات لوحدها. ومصروفات التشغيل لوحدها. انا كنت جمعهم مع بعض على بعضها. مية وخمسة وستين دي مجموعة. المية وعشرين مصروفات تشغيل. مرتبات كانت خمسة واربعين. مصروفات التشغيل في قسم التاني خمسة واربعين وسبعة وخمسين. تمعتهم على بعض عشان نعمل القيمة. ففصصتهم هنا عشان يبقى باين المرتبات حجمها اديه بنسبة مصروفات الاخرى. قسم التالي سبعة وعشرين مصروفات متنوعة او تشغيل. وستة وستين مرتبات. هنا خمستاشر. القسم بتاع التليفون والتيليكس. وهنا ايه? مرتبات واجور كت واحدة وثلاثين ونص. من الارقام اللي انا حاسبها والتفاصيل. اما ده موجود في خائمش الداخل. لهو مية خمسة وستين. دي عبارة عن مجموعة المصروفات الخاصة بقسم الغرف والاقامة. ميتين وسبعة. مجموعة المصروفات الخاصة بقسم الاتعام والشبهات اللي هي موجودة في خائمش الداخل اصلا. تلاتة وتسعين قسم الغسيل والكاي دي مصروفاته كلها. قسم التليفون والتيليكس ستة وربعين الف وخمسمية. الارادات المتنوع اللي جات كده طبعا ملهاش مصروفات. حاجات مش هيقول لك عليها طبعا. تفاصيل زيادة في الفنادق بس ما بيقولش عليها. يقول لك ارادات متنوع اخرى. ملهاش تكاليف اصلا. ولا هيها مصروفات. جات كده وخلاص. لازم اطلع كل القسم من الاقسام دي كسبان كام. يا مكسب يا خسارة. المكسب موجب والخسارة سلبة. لحظوا بقى. يبقى انا عندي هنا اللي بيتقيه القوي. صافي الارادة والعمود الاول. العمود اللي قبل الاخير مجموعة المصروفات. يبقى هول ايه? الارادة ربعمية خمسة وتسعين. نقاس مية خمسة وستين مصروفات. يطلع صافي الدخل او الربح بتاع قسم الغرف اكبر واحد اهو. كام? تلتمية وتلاتين الف جنيه. القسم التاني ارادة تلتمية وتلاتين. اشيل منه كل التكاليف الميتين وسبعة دي. يطلع الامية تلاتة وعشرين. قسم الاطعام والمشروبات. ده الربح النهائي بتاعها. قسم الغسيل والكيء. ارادة مية سبعة واربعين كل تكاليفه تلاتة وتسعين يطلع عربعة وخمسة مكسابه. التليفون مية وسبعتاشر كل تكاليفه. ستة واربعين ونص مكسابه سبعين الف وخمسمية. ارادات متنوعة وجاية ملهاش تكاليف مية وخمسين الف. الاجمالي صاف الربح بتاع التشغيل يطلع سبعة ومية سبعة وعشرين الف وخمسمية زي ما موجود في خامس دخل. كيفية انت بتتأكد ان الحل بتاعك سليم. يعني عنده عنده تطابق. ربح التشغيل. الاقسام مختلفة للفندق. بغض نزع على مصرفات غير مباشرة والمصرفات السابتة. كل قسم والاقسام دي بيكسب ولا ما بيكسبش. عشان نعيد النظر فيه. نطوره. نحسن فيه الدخل بتاعه. وغيس كده ونصعر خدمات الفندقية طبعا حسب النجوم اللي بياخدها الفندق. لو تطابق صافة ربح التشغيل الموجود في قيمة الدخل حسب الاقسام مع الرقم الموجود في قيمة الدخل العادية اللي عملناها في اول التمرين. سبعمية سبعة عشرين الف وخمسمية. كده تتأكد ان الحل بتاعك مزبوط وسليم. لو حصل اختلاف يبقى انت اللي غلط تعيد النظر وجمع ارقامك وجمع بياناتك. كده يبقى احنا خدنا موضوعين الحمد لله في المنشآت الفندقية او المنشآت السياحية. خدنا اليوميات الفرعية وعرفنا ان هما ستة. ده الموضوع الاول. الموضوع التاني اللي خدناه اللي هو عداد اعداد القوائم المالية في المشآت الفندقية. تبينينا ان هما تلت قوائم. اوله قيمة الدخل. وعرفنا بتحسب ازاي وبعدين بصورها. قيمة المركز المالي. بيبقى فيها الاثر بعض البيانات لان اجبتلك بيانات كتيرة يبقى احنا كده عايزين آآ يعني ورق اكتر عشان نكتب فيه السؤال. آآ اخر حاجة. في الفندق مهم او يعرفوا ربح كل قسم من الاقسام. مش احنا شغالين وخلاص. احنا عايزين فينا فين? القسم اللي بيجيب ارباح كبيرة. وفين القسم اللي بيجيب ارباح صغيرة. فبنعمل قيمة دخل. يعني بنقارن ارادات بيه بس مصرفات. بس احنا بنكلم على التشغيل. بنكلم على الاقسام التشغيلة المختلفة اللي موجودة في الفندق. فاي فندق على الاقل هيبقى فيه خمس اقسام تشغيل. في بعض الفنادق بيبقى فيها ديسكو. بيبقى فيها اقمار. بيبقى فيها بلياردو والعاب رياضية. بيبقى فيها جيم. بيبقى فيها حاجات ايه متنوعة? فممكن ارادات الفندق ايه? تزيد اكتر. فاحنا بنختصر اللي فده كله وبنكتب ارادات ايه? متنوعة. رغم ان لو كان فيها عندك ارادة هيبقى اصاد وتكلفة. لكن هنا اسمها ارادات متنوعة اخرى. ثم بيفسحوش خمرة. اي حاجة هم ما عايزينها? طبعا انت حاجة اساسية يعني. الفندق عشان ااخد خمس نجوم بيبقى فيه شوية انشطة ايه? انشطة اضافية. والنجوم بتبقى حسب اه المظاهر والحاجات اللي بيعملها صلت الديسكو وصلت الامار والحاجات اللي متعرفينها دي. اه كده تمام? يبقى كده الموضوع التاني بالنسبة للوشيات الصحية تم بحمد الله. شكرا.